كلمة أخيرة ونصيحة أخيرة عن محتوى الكارتون اللي بيتابعوا أطفالنا ضروري ضروري أن نقوم بتنقية الكارتون ده هتقولولي تنقية يعني إيه؟ يعني لازم حضراتكو والطفل دايم وتدخلوا إنتوا على الإنترنت وتشوفوا في حاجات الأطفال فعلا ما ينفعش فرج عليهم في الكارتون؟ آه في الكارتون ده كتير جدا جدا خلاص؟ حاجات وحشة يعني فيه يعني أنا عايز أقول لكم حاجة يعني ممكن تبقى مفاجأة لناس كتير قوي أنتوا أكيد عارفين اليوتيوب صح كده؟ صح؟ في حاجة باسمه يوتيوب كيدز يعني ده يوتيوب بتاع الأطفال أنا عايز أقول لكم اليوتيوب كيدز ده فيه بلاوي ولما بقول كلمة بلاوي ده مش معناها بلاوي أخلاقية لا هي أخلاقية برضو بس اللي هو إيه؟ الناس بتعمل حاجات غريبة وأمهات وأباء بيستخدموا أطفالهم في صناعة محتوى أغرب والأطفال بتعمل أخطاء فظيعة والأباء والأمهات يعملوا أخطاء فظيعة وحاجات دمها تقيل ومن كل دول العالم صحيح فيه ناس واخدين الصدارة الحقيقة زي يعني روسيا وشمال أوروبا ومنطقة جنوب شرق أسيا وبدأ دول واخدين الصدارة الحقيقة في الحاجات الوحشة بس قصدي إن ما بقتش حكرة على حد ديها فهو ده اسمه يوتيوب كيدز يعني أصفيه ناس ممكن تقول لك إيه؟ ما أنا لأ أنا إيه بني بخلوش تشوف اليوتيوب العادي بفتح له اليوتيوب كيدز اليوتيوب كيدز ده بقى حضرتك ممكن تشوف فيه حاجات والله لن تتخيلوه هتعودوا أنتوا كده تقولوا يان هاريسود وتستغربوا بقى بعد كده لما تلاقوا مثلا الطفل من غير سبب كده ومن غير سبب انزار مسك طبق فيه حاجات وراح عاملوا كده قدامكم هو بيشوف ده في الفيديو وبيشوف بقى أمه وأبه بيعملوا كده وبيعملوا مش عارف إيه وبيعملوا حاجات مصطنعة جدا وبيعملوا حاجات غريبة جدا وبيخوفوا بعض بطرق غريبة جدا وبيخوفوا الأطفال بطريقة غريبة جدا فأنا بقول لكم يعني أنه كلمة كيدز دي مش ضمانة أنه هو محتوى كويس خالص خالص يعني المحتوى الجيد فيه قليل جدا جدا والمحتوى الوحش بقى أنا بقول لكم الكلام ده بقى بخبرة بقى لأنه بقى لي فترة الحقيقة بدرس في الموضوع ده المحتوى الوحش هنعمل ايه؟ في حاجة اسمها بلوك صح كده؟ هتعمل له بلوك هتلاقي نفس المحتوى ده طالع لك بعنوان تاني من قناة تانية عملت له بلوك هتلاقي من قناة تلتة وعشرة وشخصيات معينة فأنا بقول لكم وهو الكارتون أمر شديد الخطورة والحساسية شديد الخطورة والحساسية وإنتوا فاكرين أو الناس فاكرة أو المجتمع فاكر أنه الحكاية خاصة بالمنصات الشهيرة العالمية أو تعديدا منصة معينة طلع عليها كلام الموضوع ملوش علاقة بالمنصة دي بس خالص خالص في حاجات تانية بقول لكم فيها مشاكل أخلاقية وسلوكية أو حاجات لن تخطر على بال حد فأرجوكم لوجه الله خلوا بالكم من اللي أطفالكم بيشوفوه أو عدوا تفرجوا معاهم ولما تلاقوا حاجة وحشة وقولوا له اقفل ده أو اقفلي دي لأ دي وحشة يلا نقفلها يلا مش هتفرج عليها تاني وبمروه الوقت لازم تبقى على دراية أنت كأب وكأم تشوفوا الحاجات اللي ابنكم بيشوفها لأن الحاجات الوحشة لما بنشوفها بتفتح لنا حاجات أوحش الحقيقة يعني لما بتخلص بيفتح لنا بقى حاجات تانية لنفس أصحاب المحتوى السيء ومن على شاكلته فخلوا بالكوا أوي 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 من النقطة دي أرجوكم